قبل ما نتكلم بقى عن استعدادات النادي الاهلي للمونديال عايزين نقرأ لحضراتكم كده بيان الشكر اللي وجهه كابتن محمود الخطيب لدولة الامارات الشقيقة والتأكيد على مصلحة منتخبنا قبل الاهلي وده طبعا عشان تضارب مواعيد أمم أفريقيا مع المونديال وطبعا أكد على ثقته في كل لعيبة النادي الاهلي المتواجدين في الامارات كلمة كابتن محمود الخطيب تضمنت الشكر والتحية لدولة الامارات الشقيقة على الاهتمام وحفاوة الاستقبال لبعتة النادي الاهلي وقال أن هذا الامر ليس بجديد على الأشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخية يعتز بها الجميع على مر العصور وأضاف أن إقامة بطولات عالمية في الامارات الشقيقة يعكس نجحتها الكبيرة في تنظيم المناسبات الرياضية السابقة لا سيما أنها تملك بنية تحتية رائعة وكوادر متميزة وعن مشاركة النادي الاهلي فيها دي نسخة من كأس العالم للأندية للمرة السبعة قال أن ثقة كبيرة في لعيبة النادي الاهلي الذين سيشاركون في البطولة وأن أي لعب يرتدي تيشيرت النادي في أي مناسبة أيا كانت الظروف سوف يبزل أقصى ما لديه لرفعة اسم النادي الاهلي والحفاظ عليه وأن النادي الاهلي ومسؤوليه في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى ولكن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج وده اللي احنا قلناه طبعاً مبارح بالفعل من خلال برنامجنا يعني أن النادي دايماً كالعادة النادي الاهلي بمن حضر وكل من ينتمي لهذه المنظومة الاهلوية مدرك دوره وعارف كويس قوي واجباته نحو هذه المنظومة لإسعاد الجماهير أكيد في المقام الأول بص الكلام ده محترم جداً يا كريم